لنذهب إلى تقرير سليما مدينة غوثام هي إحدى المدن الخيالية التي جرت فيها أحداث كوميكس مجلات دي سي منذ أربعينيات القرن الماضي جغرافيا تنبأ الكتاب والرسامون بأنها تتموقع في شمال القارة الأمريكية الشمالية وأنها تابعة للولايات المتحدة المدينة مقسمة حسب معالم بنيت عليها الكوميكس والأفلام المشتقة منها منذ عقود لنجد مثلا زقاق الجريمة أو حديقة الصف وهي المنطقة التي تكثر فيها الجرائم وأعلن دي سي في مجلاتها أن بروس واين رجل الأعمال الأثرى والذي يختفي في رداء الرجل الوطوات سيموت فيها من شدة البر ومن معالمها أيضا شركة ألاس للمواد الكيميائية وهناك سقط مجرم في حوض من أحواض صناعة المواد الكيميائية ليتحول بعدها إلى الجوكر وهذا سر ألوان شعره وتتم رواية الأحداث في المدينة على لسان جريدة غوثام وعادة ما تكون أبرز الأحداث ببطولة بروس واين صاحب شركة واين التي ورثها عن والده طوماس والمتخصص في التكنولوجيات والتنمية اشتق عن مدينة غوثام عديد من الأفلام ببطولة مشتركة وأخرى ببطولة واحدة وأفلام كرتون كثيرة وحتى مسلسل بهذا الاسم نرى في هواين صغير يرى أن قوته الخارقة فرأه الفاحش وتبقى مدينة غوثام في نظر الكثير من عشاقها مدينة حقيقية لا مجرد خيال سينمائي اشتركوا في القناة